اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا البرنامج يعني اعطاها ظل او اعطاها لون ابيض وسود والان انا بضيف يعني بعض المؤثرات مثل ابي شماغ لونة احمر يرجع نفس النون الطبيعي لكن الوجه يبقى والثوب نفس الشي طبعا هذي اداة المؤشر تكبر تصغر المؤشر يعني اسمي المثال كده طبعا انا ببدأ بالشماغ مثل ما نلاحظ كيف تلون صار لونة احمر طبعا انا عندي بعض الاخطاء يعني مثل ما نشوف الجبهة الحين تلونت لكن هذي امرها بسيط تعديلها نفس الشي بيكون نفس التلوين طيب تقريبا الآن يعني خلا نقول لا طيب وطبعا الزوائد هذي نقدر اشيلها بنفس البرنامج من هنا لاحظ انها راحت باقي عندنا الاذن طبعا لابد اني اصغر وارجع لانوان مرة ثانية وحاول الون الحدود حيث يطلع شكلها تناسق اشتركوا في القناة نشوف الفرق الحين بين الصورتين لاحظ كيف قدرت تلون الشماغ الحالة والوجه بقام زي ما هو باللون الاسود او بدون الوال هذا شي بسيط للبرنامج مثل ما قلتنا ما عندي خلفية كبيرة عنه لكن حبيت استاغذة ممكن احد يحب انه يستخدم بعض الصور عنده طبعا هذا يبين لك اذا انت متعدي الخطوط او مثلا تبغى ترجعي تعدلها مثلا يعني هذا الحين اقدر اشيله معنا ما يبين بس انه يبين لك انه يعطيك بدقة جدا انك انت ترك تعديت الحواجز او الحدود اذا كنت تقدر تحذفها ايضا عندنا الخاصية الثانية تبيه اذا تبيه اللون باللون البني يعني كثير نشوفه بعض الصور هذي انه يجيك لون كامل بني او ترابي وبرضو عندك هنا الخصائص تقدر مثلا تلعب فيها تلعب في المكان اللي حددت فيه مثلا او تلغي يعني حلوه برضو اذا عندك صور و تبيه مثلا بعض المقاطع او بعض اللقطات ودك مانه مثلا بحيث انه الشخص ما يبان او يعني ما تخليه يطلع بشكل واضح وهنا نفس الشي تلقة الالوان لضاءة وعندنا هنا تفتيح الصورة ايضا هذا يرجحها بشكل كامل عندنا برضو هنا خصائص اللعب مثلا بالصورة الوان تخلي مثلا اشماغ هالي درجة اللون او شي بسيط حتى يقدر تخلي لونه ازرق رجع لونه طبيعي شوف الفرق الحين ابو عبدالله صار هلالي بحت اتمنى يعجبكم ببرنامج كان معكم اخوكم تركي من موقع مساعدة ماك حياكم الله